بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا في يوم الحد دايما بنبص على بيوتنا نبص على بيوتنا عشان نتفقد البيوت عسانا نستطيع ان احنا ندعم البيوت بقدر كبير من الرشد ومن البصيرة احنا مش بس بنبص عن البيوت امتسالا لقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة بس كمان بنبص على البيوت وعننا بتتفحص وخاصة لو فيه زواهر بتنتشر وبتزيد والناس بتسكت عنها احنا ما بنسكتش احنا الاسبوع اللي فاتتكلمنا عن الاحباط الزواجي والنهاردة بقى عن نتكلم عن شيء كتر قوي والسكوت عنه بيسبب مشاكل لحد زي قاعد في الارشاد الزواجي بيجي له الكلام ده كله فالسكوت عنه بيتسبب في وصول احد الزواجي لحالة من حالات الاحباط الزواجي النهاردة عن نتكلم عن حاجة اسمها اول صحيح لمصطلح خاص بيا لكن هو مصطلح دقيق قوي على الزاهرة اللي احنا بنتكلم عنها حاجة اسمها زواج الترانزيد يعني ايه زواج الترانزيد ده زواج الترانزيد ده بيطلق عندي على حاجتين ان فيه ناس بتتجوز مش عشان تتجوز جواز يدوم لكن بتتجوز بس جواز لغاية ما يحصل اللي هم طالبينه وينتهي ولذلك مرة كده أنا بقى نتكلم على انواع الزيجات اللي موجودة دي ونبقى نفصل فيها بس انا بتكلم عن زواج الترانزيد التاني ايوة التاني اللي هو الزواج باخرى الزواج بامرأة اخرى انا بحب فكرة ان احنا نسميه جواز التاني ان احنا بنسميه جواز التاني بحب نسميه الزواج الاخر الزواج باخرى لان كل واحدة فيهم اسمها زوجة لكن الزواج ده مش بيكون في الحقيقة الزواج التاني ده او الزواج باخرى ده في الحقيقة مش بيكون زواج كامل ما بيعيش الزوج مع الزوجة حياة كاملة فالمرأة فيه بتحس ان هي مش امرأة كاملة لكن هي مجرد زواج تكميلي كده عارفين زي المكمل الغذائي كده فبتبقى هي هو متجوزة مكمل زواجي كده فبتحس ان هي زواج تكميلي في حياة الزوج وساعات بتبقى زواج تكميلي في حياة الزوجة ممكن في بعض الزوجات تقول انا ما استحملش اقعد مع راجل طول الوقت انا هتجوزه بس نقعد مع بعض زي الزوجات اللي ظهرت زي الزواج الوكيند والكلام ده كله ده كتر عشان كده انا بتكلم عنه انا بتكلمش عن حاجات وما بهتمش بحاجات مش موجودة لكن انا ليه بتكلم النهاردة ده انا مش بتكلم النهاردة عشان اتكلم عن التعدد لكن بتكلم النهاردة على خطر بيواجه البيوت ومشكلة احنا عايزين نحلها اللي بيجوز الجواز الترانزيتة او الجواز التاني ده دايما بيستند الى اية التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى وسلاسة وربع وما ارداش يكمل الآية فانخفتم ان لا تعدلوا فواحدة فهو بيكملش الآية هو شخص بيقول انا والله انا عندي مشكلة في البيت وانا في الحقيقة انا متجاوز متجاوز عشان ارتاح وانا مش مرتاح في بيتي يبقى تعبير انا مش مرتاح في بيتي هي السند والحجة ليه انه هو يتجاوز زواج تاني برضو انا بكرر انا مش بتجاوز بتكلمش على مسألة التعدد الزواجي انا بتكلم دلوقتي على حاجة بتحصل في البيوت اول ما الشخص بيبقى مش مرتاح في البيت اول حاجة بيفكر فيها ايه ان هو يعدد وكثير من الناس بيبقوا مفكرين في ده ويوصل الشعور ده لزوجاتهم بس هم مش قادرين يعددوا عشان كده هي بتبقى طول الوقت بتقوله انا حاسة ان انت اول ما يبقى عندك فرصة ان انت تتجاوز عليه هتتجاوز عليه وفي ناس هنا اول ما تسمع الزواج الآخر بيجي تسألني سؤال مفخخ انتوا عارفين انا عندي مستلحة لا اسئلة مفخخة سؤال مفخخ يا مولانا هو التعدد الاصل ولا الافراد الاصل فانا دايما بقولهم ان بناء الاسرة هو الاصل في الجواز يعني لا التعدد هو الاصل ولا الافراد هو الاصل الاصل في الزواج هو بناء الاسرة والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاش مع ستنا السيدة خديجة لم يعدد وهو يتزوجها لان فيه اسرة فيه اسرة فيها السيدة فاطمة وفيه اسرة فيها اولاده فلما كان فيه اسرة ما كانش فيه تعدد يبقى الاصل بناء الاسرة فلما تبقى فيه اسرة انت مش بحتاج ان انت تعدد وهتلاقي الكلام ده منطقي جدا جدا في حياتنا مش بس منطقي عشان الظروف الاقتصادية لا منطقي لان هو ده الانسان المعاصر موسيقى موسيقى